بعدنا معكم مستمعين متواصلين بهدى وهنا من بانوراما رح نتوقف مع التقرحات السريرية وكيف يمكن تفادي الإصابة فيها خليني رحب بضيفنا الأستاذ سعد فهد المعيلي أخصائي رعاية الجروح صحيح أستاذ سعد؟ أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا خلينا بداية نعرف شو هي التقرحات السريرية طيب اسمحنا الرحيم التقرحات السريرية هي عبارة عن خلل في الأنسجة الداخلية للجسم بسبب ضغط العظام على المفارش أو المطارح السريرية تؤدي لنقص التروية في الأوردة والشرايين 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 الداخلية وينتج عنها تلف في الأنسجة الداخلية والأضاء نعم يعني أسبابها بتكون شو بالتحديد؟ سبب الأساسي أنه يكون فيه ضغط ما بين العظم وما بين الجسم اللي كل الشخص نايم عليه نعم يعني يمكن أكتر شي بتحدث للأشخاص اللي بضلوا موجودين أو بضطر يكونوا نايمين لفترات طويلة بس باللسان الطبيعي يكون عنده الإحساس لأنه يغير موضعه لكن في بعض الأشخاص يكون عندهم عدم قدرة على الإحساس أو يكون مثلاً شخص موم عليه أو لا سمح الله عندي شلال نصفي فما يقدر يحس بالموضع فيحتاج إيه وما يستمر الضغط على هذا المكان يصير فيه عنده تقرحات نعم كيف يقدر الواحد أنه يتفادى هذا الموضوع؟ هو بالنسبة لنا لطريقة الوقاية الأمثال إذا كان فيه عندنا شخص فاقد الإحساس نصير نلاحظ الجل بشكل مستمر نعم أول ما يطلع فيه حمرار بسيط على المنطقة معينة بالجسم تكون منطقة عظمية نعم نبدأ نغير الموضع ونفضل باستمرار تقريب المنظم يكون على الفراش اللي عادة مقدرة على الحركة كل ساعتين نعم كل ساعتين يكون على الجهة أكثر المناطق اللي بالجسم معرضة للإصابة بالتقرحات السريرية شو هي؟ لأن فيه عندنا مواضع مختلفة للنوم فلما يكون المريض نايم على ظهره فيه عندنا منطقة أسفل الرأس وفيه عندنا الأكتاف فيه عندنا منطقة الأرداف وفيه أسفل الظهر اللي هو منطقة العصص وفيه عندنا برضو الكعبين أسفل القدم نعم لو كان المريض على أحد الجهتين يمين أو اليسار فيه برضو عندنا طبقة الأذن ممكن تكون معرضة للتقرحات فيه عندنا برضو الأكتاف فيه المرافق وأسفل القدم برضو نعم طيب عادة الشخص لما ينصب بهذا الموضوع شو بتكون الحلول المتاحة؟ هو بالأول نتكلم عن درجات أو أنواع التقرحات السريرية فيه عندنا ببداية أربع أنواع اللي هو الدرجة الأولى تكون الجلد سليم مجرد الحمرار موضعي لكن هذا الحمرار ما يزول لما نغير الجهة نعم هذا الإعلاج حقاً أن يكون مريض على أو الشخص المصاب نجيبه على الجهة الثانية حتى يخفي الحمرار على الجهة هذه نعم نعم هذا يحتاج لها نغطي عليها ونسوي معها بغا يعني ممكن نستعمل معها الكريمات أو مراطبات إن شاء الله ويكون فيها التعام نعم في عندنا الدرجة الثالثة والدرجة الثالثة والدرجة الرابعة تكون أعمق عن الدرجة الأولى الدرجة الثالثة يكون واصل للنسيج يعني داخل ما فيه عظو مبين وممكن تكون فيه طبقة دهنية على في نفس الجرح يكون فيه لون أبيض أو لون أصفر داخل الجرح نفس الموجود نعم الدرجة الرابعة يعني تكون مرحلة عميقة ويكون عندنا العضو مبين العضو مبارز أول العظام هو الأمتاد أو العضلات تكون مبينة نعم نضيب عليها برضو نوعين آخرين نوعين تكون الجرح بالكامل أسود ويكون صلب الجلد هذا نسمي غير قابل للتقييم لأننا ما نعرف بالضبط إلى العمق وفي نفس الشيء يكون بس الجلد يكون لين وتكون اللون يعني يكون إلى البنفسجي أو إلى الأحمر للغامج لكنها تكون فيها عمق نعم في نصائح معينة ممكن نختتم فيها حلقتنا ممكن تساعد أو بتحفز التئام الجروح بسرعة أو الإصابات نعم لأننا قبل أن نتكلم عن الالتئام الجروح نتكلم عن كيف نقوم بقايا من الجروح كما قبل أن نهتم بالتقييم المريض في الجهة نحرص على أن الجلد يكون راطب بدرجة بسيطة لا نريد أن الجلد يكون ناشف أو نريد أن يكون رطب زيادة نعم 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 شكرا جزيلا